يواجه العالم الإسلامي بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة عدد من التحديات الخطيرة بسبب فرض نظام العولمة من هذه التحديات التحدي الاقتصادي إن العولمة ما هي إلا مجموعة نشاطات لعدد كبير من الرأسماليين لا يعرف الواحد منهم الآخر ولا تربطهم إلا المصالح والربح من التجارة في أي شيء حتى ولو كانت هي دماء البشر بل تعتمد العولمة أكثر ما تعتمد على المضاربات في أسعار المواد الخام أو العملات التي يربح فيها المرء أكثر من أربعين مرة مما يربحه لو وظف نشاطاته المالية في قطاعي الإنتاج والخدمات وهو ما يدفعنا أيضا إلى إبراز تلك المخاطر السلبية على عالمنا كما قلنا تمركز الثروة العالمية في يد عدد قليل من البلدان الغنية وأيضا سوف تؤدي العولمة إلى مزيد من الاستنزاف لأموال الدول النامية في السنوات القليلة المقبلة كذلك سوف تؤدي العولمة إلى القضاء على أي نظام اقتصادي آخر حتى ولو كان الإسلام نفسه لماذا؟ لأنهم يرون أن قوة الأمة تكمن في اقتصادها الاقتصاد الإسلامي الذي بدأ يتأهل مع ظهور البنوك الإسلامي وشركات الاستثمار الإسلامي وغيرها من المؤسسات التي حاولت أن تبرز إلى أرض الواقع وأن توضح معالم الاقتصاد الإسلامي جاءت العولمة فأرادت أن تكتب لنفسها الوحدة ورفض ما عداها ترجمة نانسي قنقر